اشتركوا من جديد مع مكتب اولاد موافي لعمال جيبسون بردو احدث ذكرات النقاش معنا ان شاء الله الشكل ده هنعمله النهاردة باذن الله هنا الاول خدنا المقاس بتاعنا ده الاول عشان نشتغل عليه رسمة الوردة باذن الله حطونا الزوية بتاعتنا ايات سي و اومجا وبعد كده دبسنا فاها لوح الجيبس ازا ما حانت شايفين على شكل مربع الاول خدنا المقاس اكبر شوية مترين في مترين وبعد كده خدنا مقاس الدائرة اللي في النص دي اه متر ونص في متر ونص وبعدين خدنا مقاسات وابعاد اه شكل الوردة اللي هنعمله وقطعنا زي ما حالتوش شايفين وردة كده بمقاس مصبوط وحطناها وبدأنا نرسمها على الشكل في السقف باذن الله والسقف ده هيكون مدخل عمارة عشان يبني المدخل ده على طول في دخلتك من العمارة طبعا زي ما حالتوش شايفين احنا حديدنا هو في خمس وردات اه اه دولة خمسة كبار هيبقى برضو داخلهم اه خمسة صغيرين اه طبعا حطينا دلوقتي الزيوية بتاعتنا الاول بعد الزيوية بدأنا ندبس الاجناب اهو اه نحط الاجناب بتاع الوردة اه وردة وردة ان شاء الله بإذن الله معكم اه بدأنا نحط الاجناب بتاعتنا وبعد كده على شغل اه للوش تقفيل الوردة من تحت عشان الخمس وردات يكملوا طبعا هو البروز هنا عريض لان هو المنظر اللي كان العميل شايفه هو في بيت نور انه مفروض يكون المقاس قليل عن كده بس هو مش عايز بيت نور هو عايز الصقود عريض بالمنظر ده ويتحط داخله الخمس وردات الكبار هيبقى داخلهم خمسة صغيرين برضو ان شاء الله فاحنا دلوقتي بدأنا نقفل الوش بتاع الخمس وردات آآ ونخلصهم على شغل التقفيل بتاعهم بالجيبسون بورد وبعد كده عملنا الخمس قطع صغارين اللي هي الرأس آآ اللي جناب بتاع الخمس وردات الصغارين اللي داخلين جواه يبقى خمسة كبار داخلهم خمسة صغارين وعملنا طبعا هنا الكهربا وهنا سلسلة عشان تشيل آآ نجفة او لمبة او حاجة كبيرة يعلىها في قلب السقف وبرده معنا خراطين الكهرباء احنا مشغالينها برضو معنا هم وصلين التواصلات بتاعتنا طبعا قبل ما نركب الوش عشان خاطر التواصلات ديت رايح الكهربائي في التشريب ان شاء الله طبعا بذكر حضراتكم من جديد او زي ما احنا بنقول دايما عايز تابع جميع اعمالنا مكتب اولاد موافي آآ ممكن تدخل على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك باسم الصفحة بتاعتنا مكتب اولاد موافي او على اليوتيوب اسم القناة بتاعتنا برضو مكتب اولاد موافي عشان نتابع جميع عملنا ممكن حدك تضغط اعجاب او اشتراك آآ في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك جميع عملنا ان شاء الله وصبعا احنا بدأنا دلوقتي بعد ما خلصنا تأفيل الوردة الحمد لله بدأنا نعمل الجنب آآ للدائرة الخارجية عشان الجنب ده بعد كده باقي السقف يتساوى بسواء بحيث ان يتغطى السقف كله يبقى محفور جواه شكل الوردة ديت زي ما العميل شاف ان شاء الله باذن الله يطلع نفس المنظر اللي هو اخطر طبعا احنا هنا معنا الاركت كالعادة ان احنا بنساوي بيه الزيادات والفرق وراه على طول بتشتغل وتخش الفرق تساوي جميع الزيادات والاحرف عشان دي بقى للشكل مساوي قبل ما نركب عليه الشرايط كالعادة بحمد لله عشان يطلع شغل السوك مقفول كويس بالمعجون وتفريغ الهوى منه عشان يطلع منظر السوكة كويس طبعا زي ما قولنا الحراكة وبكده احنا بنسرع الفيديو عشان الفيديو بقى اش طويل على حضراتكم وعشان تتابعونا جميع اللحظات وجميع آآ اعمالنا ان شاء الله طبعا في زيادات بتضطر ان انت تشيلها بالقطر اللي هي آآ بعض الورق لان طبعا الجيبس بتاعنا مضغوط جوا ورق فاحنا بنشيل الزيادات ديت آآ بالقطر سماحاتكم شايفين قوت شغل القطر بيشتغل بعد الفارة يعني بعد ما بتشتغل بالفارة آآ طبعا انت بتشيل بالفارة زيادات بتاع الجيبس فبقى معاك حرف من الورق كده اللي هو ما بينه الجيبس فاحنا بنشيل الحرف ده بالقطر قبل ما بنشتغل بشغل المعجون عشان يطلع منظر السكة في الآخر آآ متساوي ومساوي طبعا زي ما انتوا شايفين احنا موصلين خرطوم والكهربا والسلسلة اللي نازلة ديت احنا خلال من لها برضو عاملين جوا آآ مصمار جنش عشان يقدر يركب فيه النجفة بتاعته مازلنا برضو في مرحلة التنظيف اهو اهم حاجة التنظيف ده جماعة بالمعجون بعد كده دخلنا نشوق ان نقفلها معجون الوردة ديات لوحدها وهنا السقف بقيته اتحط الزيوية بتاعته الصاج آآ من زيوية اوماجا وسيه عشان نجلت عليه بقيت السقف طبعا هنا بدأنا مرحلة التجليد اهو فضل القطع اللي في النص دي طبعا اهم حاجة وافضل حاجة في مرحلة التجليد اللي انت تحاول على قد ما تقدر تجيب اللوح كامل او على قد ما تقدر تجيب كمية سليمة لقلة الفواصل يعني طبعا احنا الفواصل دي بنحط عليها برضو فيبر ونزبطها بالمعجون كل حاجة بس عشان يبقى المنظر الجمالي او يبقى السهل في المعجون ما يبقاش فيه صعوبة ليك بعد كده وما يبقاش فيه عالي وواطي عشان تتجنب الحاجات دي تحاول على قد ما تقدر ان انت تفرد مساحة كبيرة من اللوح ما تحطش قصيص او قطع صغيرة الا لو اضطريت بقى للظروف يعني طبعا احنا نبدأ ننقفل هوات المعجون بتاعنا وشكل الدايرة هوات ترسم مبان بعد ما حطينا عليه المعجون بتاعه وبنقفل الشرائط بتاعته برضو اهم حاجة الشرائط ان احنا يا جماعة لازم نفرغ الهوى فيها عشان تفريغ الهوى ده لو ما تفرغش كويس بيبان اول ما الشرائط ده بيلمسه مية او بيلمسه دهان البلاستيك بتاع النقش فاحنا بنفرغ الهوى كويس او 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 من تحت الشرائط طبعا احنا بنلزقه بمعجون الاول وده منظر ارج كده بعد السقف اه في داخلة السلم اه الارج برضو احنا بنعمله اه اه على بالجيبسون مورد برضو عشان يبقى فيه زبطات كهربا فبنكمل شكل السقف يعني يبقى ليه منظر وده شكل السقف من فوق هوت احنا اه بنشتغل في الكامرة بنقفلها الواحي جيبسون مورد وطبعا احنا قفلناها دلوقتي وشغالين بالارج برضو كالعادة بنشيل جميع الزيادات معانا عشان يطلع الشغل يمساوي وبنفكر حضراتكم من جديد لو عايز تابع جميع عملنا ممكن تدخل على الفيسبوك باسم الصفحة بتاعتنا مكتب اولاد موافي او على اليوتيوب اسم القناة بتاعتنا برضو مكتب اولاد موافي طبعا السقف احنا طلعنا منه خرطوم الكهرباء او اربع زبطات كبار اه دول الكهرباء يبقى ساعتها يعملهم لما المقاسات الكبيرة بس احنا بنفتح له المقاس الصغير او احنا بنفتح له المقاس الصغير زي ما هدوش شايفين ونطلع منه خرطوم الكهرباء وبالنسبة لمنظر الارش الخارجي ده احنا خلصنا تقفيل الواح وبنساوي بالفارة كويس قبل ما نحط الشريط عشان يزبط السوكة بتاعتنا وبدأنا هنسحف فيه معجول نوات الارش عشان هو كمان يتقفل معنا زيه زي الساقف بالزبط ان شاء الله زي ما حضرتكم شايفين قفلنا شغل المعجوم بتاعه وشغل الشرايط بتاعته تحطت على السوكة عشان يبقى الشغل جاهز للتشريب باذن الله مع النقاشة وبقول وجميع انواع الحجر والفيوتك من الصرور الكرانيش والخشب اللي كريلك وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته